السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة حلقتنا اليوم وقعات عام 1880 من اللي كانت واحدة بنت اسمتها فاطمة عندها تقريبا 14 عام 15 عام هذا الوقت هي هديكة فاطمة كانت متأزمة نفسيا من الأوضاع المادية التي تعيش الأسرة ديالها عائلتها كانوا مساكنة بالحال ما عندهم مش ناس فقراء بوساطاء هي مكانش حاملة هذا الوضع المادي للأسرة ديالها كانت تشوفهم الناس فقراء كثيرا و لا ينبعون لها الرغبات والحاجيات ديالها كانت تقارن رأسها ديالما في الناس التي يقرأون معها في المدرسة والبنات تحاباتي اللي باورتهم اللي باسة لهم يدوروهم خصائفهم في أصفار ورحلات يشغلون يوم الحواج الغاليين يعطيهم الفلوس بينما هي محرومون هذا الشيء كامل و كانت تقول أو كانت ترجع علومة الوالدية لماذا انتم يا فقراء؟ لماذا لا نكون بنت وحدها الى غنية؟ لذلك كانت ديما في أزمة نفسية مع رأسها و لم يكن حاملة المحيط ديالها و لم يكن حاملة العائلة ديالها كانت تقول أنني سنكمل قراءتي من بعد أن نأخذ الباك سنكمل قراءة ديالي موران باك و سنخدم و نتوظف و سنقريب وحدي و نعيش الحياة السعيدة مع رأسي كان هذا هو الحلم لفاطمة المهمة لفاطمة هي من الوصلة للباكالورياء و والديها سيقلس في الدار لماذا؟ لم يكن هناك فلوس لكي تكمل القراءة ديالك لم تكن هناك فلوس لتكريبها لكي تكمل قراءة ديالك لكي تكمل القراءة ديالك لم يكن هناك فلوس لك لذلك أغطريها في الدار تجيب لك الله سيؤول الناس يديك و تزوجي به هذا ما أطلع لأننا ناس فقراء هذا شيء زائد أزمة النفسية لفاطمة و زائد كفص الأوضاع ديالها النفسية اللي كانت تعيش فيها و كانت تحس بها لأنها فقيرة بزيف رايحات و انزوات على رأسها و سدات على أبيتها لم تكن تضرع مع والدها لم تكن تضرع مع أخوتها ولا تغير سدها على رأسها واحد نهار ستسمع واحد الهضرة دابة فاطمة عنده 18 عام واحد نهار دابة فاطمة ستسمع الوحد الهضرة و منع دمها و ابوها و أخوتها سمعتم كي هادرو لأنها كما قلنا رايحات و سدات على البيت لم تكن تدوي معها لم تكن تعمر معها بصافة بحل الدخلات في واحد الأزمة نفسية كنت تسمعهم كي هادرو أعلام أعلاهية على فاطمة هنا و يسخرج عندهم قلت لهم بحل سمعتكم كدوي و عليا شنو أشكين شنو أعوتاني عندكم شي جادير في لي أنا قلت له الأم ديالها رأى واحد السيد جاء يخطبك واحد السيد شافك و أعجبته و أبقى خطبك قلت له مزيان تكون هو السيد هذا قلت له هذا الرجل عنده شركة شركة دلت الاستيراد و اتصدار لا بأس عليه عنده الفيلا دياله عنده الشركة دياله عنده الشيفور عنده المسائل الكامل لكي تحلم بأي بنت أنا يا فاطمة سمعت هذه المواصفات تعدى الرجل هذا فرحات قلت له أنا موافقة على طول بلما نشوف السيد هذا لأنه كما قلنا فاطمة كانت مادية بامتياز قلت له أمها غير سمعي باقي الشروط التي تتعلق بهذا الرجل هذا قلت له ما عندي من سمع السيد لا يبس عليه صافي سوف يوفر رياه كل شيء قلت له السيد هذا رفيت لي مزوج ولكن مع الدولة لابنت و مراسه توفات و أخلاته غير بوحده قلت له ما عندي مشكلة لأنه يتزوج سيطلق و أخذ تكون مراسه باقي بالحياة سيطلق على بديم مديله و أنا مستعدة نكون مراسه الثانية المهم غير أنقضني من هذا الفقر قلت له ما زيان ولكن هذا السيد و أشعرف ما سوف أعديه من عام أنت ركي عندك 18 عام و أنا عنده 50 عام هنا يفقى طيما من السمع 50 عام وهي عنده 18 عام و هذا الفرق عمري شاسع نوعا ما هنا بحلها ترداد شيئا ما قلت له أمها قلت له ما لا سوف نوافق هذا السيد هذا كبير لياه و اختلاف اختلاف زعماتين العقليات و كل واحد كيف تشوف الحياة لا سوف نفهم معه لا سوف نفهم 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 بقى صغيرة أنا كبير لياه المهم ليس في حالاته و دخلاته و سداته فاطمة هنا هنا من رائحات مع رأسها قلت تفكر في الأمور بعقلانيا و تحسبها بورقة و ستيله قلت مع رأسها هذا بقى هنا 18 عام صحيح أن زوائن أو بقى صغيرة و كل شيء ولكن ثالثين سوف يبقى الخطأ يأتي عندي غير فترة محدودة و سوف تسالي هذا غير ما يبقى أنه دقلي الباب وهذا السيد هذا فرصة لا تتعوش لأباس لي وأي بنت تمنح لأنه لأباس لي عنده شركة و عنده الفيلا و كذا و كذا و كذا و زيدون وخة كبيرة عليها في الأمور هذا الكبر رجعته فاطمة و أحد نقصة قوة لأنها كبيرة في الأمور عليها سوف يعملها مزيان سوف يخاف عليها سوف يحتارمها سوف يبغيها كثير و كثير و قررت أنها توافق عليها في الأول و في الأخير كان هذه الموافقة مبنية على ما هو مادي ليس إلا هي أهل ديك و أوافقت لي مشيت عند أمهو قلت لأسافة أنا موافقة على السيد قلت لي يا أمهو و كنت متأكدة بنتي موافقة عليه أنا عنده 50 عام و إنتي عندك 18 عام قلت لي آآ ماما أنا موافقة عليه السيد سوف يعاونني و يعتقني من هذا الفقر و سوف يعاونكم تدتم مع والدية قلت لأسافة لأسافة و غير عيطة يخطبني بسفارة رسمية و جاء النهار الموعود و جاء هذا حميد هات السيدة الذي يخطف فاطمة اسمته حميد و جاء حميد الداري الفاطمة يخطبه بسفارة رسمية جاء بالهدايا و جاء بالكادويات وجاء اللابس مزيان هو هداك شايفت فاطمة فاطمة مني شايفته نوعا ما أعجبها لأنه هو أصلا مخاء منذ 50 عام لأنه 50 عام و لا كبير على فكرة غير متوسط الأمر لابس مزيان و غير المقان الذي يجبها والطموبي الذي جاء فيها المهم السيد سبورتي مع رأسه أعجبها و صعب قالت هذا صعب إنساء المناسب لديك شيء الزوجات فاطمة بعد حميد و أدها سكنة في واحد الفيلة لقيت في الحميد أي حاجة تتمنىها كلها لقيت الخدامات لقيت الشيفور لقيت أي حاجة تطلبها أو تتحل عليها فمها يجبها لحميد على طول المهمة لابنت هذه عاشت أحسن حياتها مع حميد في الفترة الأولية يزواجها معه و حتى هو حميد فرحان بها و طعر بها السماء و يقول البنت ما زال صغيرة عندها 18 عام و وفقت لي أنا عندي 50 عام المهم مدللها و أي حاجة بغايتك يجبها لها عيشي الحياة السعيدة هذا الرجل الذي هو لابس لي الذي هو حميد كان كما قلنا عنده شركة للإستيراد و التصدير كانت فلوسه يعني اسباس لم يكن يضع فيه لابونك و إنما كان له الكوفر فور يعني صندوق حديدي يضع في الدار في فيلا يضع فلوسه يعني لديه مهمة و كبيرة يضع فلوسه قليلا بينما أغلب فلوسه يضع في الدار المهم العامل الذي يزوج جلد حميد مع فاطمة و والدات من واحد البنت تسميتها ليلى طار والفرحة جلد حميد جلد فاطمة فرحوا كثيرا باديك البنت داروا لي واحد أسبوع كبير كثيرا عرضوا للعائلة والأقارب والأصدقاء و فرحوا بهم جيدا كانت الأمور على أحسن ما يرام العامل والعام الثاني هنا يا فاطمة ريحات مع راسة واحد النهار أبقى تتفكر أنها غير بوحدة كنت تقول أنا عندي 22 عام و حميد عدوا 52 عام إذا درس أنا مثلا واحد ثلاثة عام حميد 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 تقريبا 30-60 عام كبر مني بزاف وأنا ما عشت الحياة ما درت ما صافرت ما فوش مع صحاباتي ما خرج هنا ما عشت الشباب ديالي هنا يد فاطمة تبقى كي وصلت لها الشيطان والنفس ديالها وكتفكرت الأفكار أنها رجلها كبار منها بزاف وأنها صافة ما معاش الحياة ديالها لماذا؟ لأن فاطمة دخلت الفلوس صافة شبعات ولا تركبها على طموبيل ولا تلبس أي حاجة باغة تأخذ الفلوس بمبالغة كما بغت تعطل عائلتها تتسافر ولكن دابها عاد بلها فارق ديال العمر ديالها ما كانش بلها من اللي فوقات أنها تزوج به وأنه كلا باس دابا عاد بلها فارق ديال العمر بيناتهم قالت هذا سيكبر واحد المدة وسيقولي أنا رائعي ونقابله وسيوحل فراسي أنا معدي ما ندير به كتفكر غير مع رأسك المهم هذا الحميد كان خداما واحد سيد واحد الموظف عنده تقريبا 28 عام 26 عام هذا الموظف اللي عنده في الشركة كان دير فيه اتياقة كبيرة كان مؤمنوع بزاج الأسرار ذياله كان تقريبا هو دريعه من تمام الشركة حميد بقوة التاقة اللي كان دير في هذا الشاب اللي هو خدام عنده الشركة كموظف بساط كان يجيبه معه الدار الفيلة وبالتالي يتلقى عليهم مع المرأة هذه فاطمة ومن اللي شاهد هذا الشاب فاطمة ما زال صغير يلا عندها 22 عام ومزوجة به تسيد اللي هو الاباس اللي عنده 52 عام تقريبا الشيطان واسوس واسوس هذا الشاب في رأسه ويضرب هذا البنت اللي كان زوينة وعجبته بزاف ويضرب 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 ويستغل فرصة للغياب للحميد من اللي ما يكونش في الدار ويأتي للدار سماية حاول أنه يضرب معه في الأول ويضرب ويحتطيح في الشباك دياله ودار مع علاقة المهمة هذا الشاب كان هو أصلاً كما قلناه ودراع لي من الحميد عارف الأسرار كاملة وعارفه فين كمشي ومعش كي يجي وامسا غادي سافر وامسا غادي وامسا كي يكون في الدار عارف له كل شيء يستغل الغياب هذا الحميد هذا على الدار ويجي عند فاطمة فاطمة لا تكتبغي لأنه كتقول هذا ما بيني وبينوش بزاف هذا شاب بحالي بحالي بقى مزوج مواله دارس مع علاقة أطاحه في المحضور هذا السيد هذا يقول لك وسوس الفاطمة بزاف يقول لك أنت حشو معي كنت مازالة صغيرة ومزوجة به هذا السيد كبار منك بزاف أشبغيتي به والسيد ويقول لك أكد لي هذه الأفكار هي في دماغي أصلاً كتقول لي أعدك الحق ومازالة صغيرة ومزوجة وقابلة هذه الأخوة كبار مني أبقى يعمر لي فراسة اليوم اليوم صاحب يقول لك أتبغي 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 هذا اليوم 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 فاطمة كانت مع ذلك الشاب في الفيلا الرجل كان مسافر مريحة معه يقول لي فأنا لم أتبغي رجل ولم أتبغي لم أتبغي من أن أقرب أو أن أقرب أو أحاول أن أقرب أو ما ولم أتبغي تمتغي أن أكون حداية ومعه أنا لا أتبغي لك أتبغي من حميد ونزوج بقتايا قال له XL انت باعقلك قال له لا يمكن قال له ها من لي ستاحل القناة من هؤلاء فيلا ها فهو بعض التدار عنده والدية قال له ها من لي ستحل القناة من عندك شريل لديك شرحت ها من يديك حاميد كاتبلك المنازل لا كاتبلك شيئ اخرى قال له ها من لديك شيئ قال له ها من لي ستاحل القناة من هؤلاء غير 아무리 لديك شيئ وانا رغي موضح، مش طائرة قال لي ما هو الحل؟ قال لي شوفي انا عندي لك واحد طريقة مزوينة ودكية بزاعة سنتخلص منه وترى واحد ما يجب لي لنا الخبار وهذا الشي كامل دياله سيقول لي ديالي أنا وياك من بعدها سنتزوج نوياك ونعيش وفاد ناعم كامل دياله قال لي ما سنفعل؟ قال لي تخلصي منه كيفاش نتخلص منه قال لي؟ قال لي هو يهلم موجه لي ماذا؟ أنا قتله أو قتله صفالي بصفة نهائية قتله إلا أهلا لا 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 أنا بأس عبر رجلي وعشرية لكل عام وفي الأخير لم أميزه قال لي ما تقرر ت messy قتله عليه قال لي أهلا قال لي يا هذا ولا بأس عبر رجالك أليك وهذا قد تخل بالوياك عن خوفني وأنا وقتله إلا أنت أريك وقال ليenne أنت تذغني بصحكها الذي قال لي صفها ليك 4 تعانيها قلت لي الله الفكرة غير حيضة من رأسك أنا ما انقدرش نقتله شوف شي طريقة أخرى المهم هو القتل الله هنا هو يجمع الوقفة المجريم هذا وهو ينوض و يتم غادي و يخرج في حالته قلت لي أرجع 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 قل لي أشي بغيتي صافي قاعدك شي اللي بيناتنا سالة هذا آخر لقاء بيني وبينك صافي اللي كان بيناتنا ماتوا سالة قلت لي الله أنا كان بغيك و ما انقدرش نتخلي عليك صافي غير يرجع قال لي لا ما ارجع مواله انتي ما بغيش تدير لك شي اللي قلت ليك انتي تبقى راجلك خليك معه و غادي في حالته قلت لي صافي اوكي انا غادي لك شي كامل اللي بغيت انا غادي انقطله ارجع وريحه اهدر معه قلت لي شوف اتستغل الوقت راجلك يكون غيب انا غنجيب لك واحد منويم المنويم قول المفعول دياله غادي تعطيه لي غادي غادي شهربه غادي اتلاح الكاو غادي انعس من بعد منها غادي ستقتليه قلت لي صافي خلي لي اغيروا فرصة انني انشجع و انقدر ندير الفعله المهم خلال له هذه الفترة قلت لي شوف من بعد ما غادي ستقتليه غادي انهزوه غاديوه الجرداء في الفيلة و غادي اندفنوه تماماية و من بعد فترة غيابه لا تكون طويلة تواحد ما غادي عرفه في المشا غادي تحكم لنا المحكامر الموت الحكمي ليس الموت الحقيقي الموت الحقيقي مع الموت الحكمي الموت الحقيقي هو من اللي يموت شواحد موت طبيعي يدفنوهم الاهل ليس حاجة في الروضة هذا الموت حقيقي أو لك قتلوا شواحد مهمات و الموت الحكمي هو شواحد اللي غاب على دار دياله و الأهل دياله واحد الفترة ديال تقريباً واحد المدة طويلة بزاف ما عارفوا تشيه واحد في المشاق و داروا جميع الوسائل باش يقلبوا عليها و ما لقاهوا موالوا واحد فترة طويلة بزاف وهو واحد ما عارفوا في المشاق هنا هذوك العائلة فترة طويلة على الأهل يمشون المحكمة و يقدموا على طالب تمويت هذا السيد المحكمة من بعد تدير اجراء عن طارق النياب العامة والبوليس أو الجدارمية تبحث 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 ما تلقاش و ما تتوصلش ليه تحكم بتمويت هذا الشخص و التالي كدتفرق هذا هو الموهد الحكمي هذا غير اشارة قانونية و صافي المهم الرجع للموضوع الديالنا نقل من اللي غادي نديروا لي هذا الموهد الحكمي سيقول لي هذا الشيء كامل التاليكة دياله و ديالنا هنا ما نرحب هذا الفترة سنزوج و سنعيشه في رخاء و سعادة و لكن قبل ما تحكم لنا المحكمة و هذا الشيء سنأخذ الفلوس اللي أضعه أصلا في الفيلا هنا كما قلنا هو لا يضع فلوسه في لابونك و إنما يضع الفلوس لا تضعه يضعه غير في الفيلا تماما في واحد الكوفر فور قلنا نأخذ الكوفر فور كامل نزوه و سنأخذه و سنأخذه هي هذيك و جي حميد مصفر كان مصفر وجاعيان و مهلوك جاق كالقاء فاطيما كتنقص قدام الفيلا فرحانة و سعيدة و لابسة مزيان و دير الريحة و هي هذيك و استقبلات و أحسن استقبال أهلا و سهلا برجل عزيز غبت لي بزاف أهلا ببابات بنتي كده اللابس عليك المهم هو حميد تصدم ولكن يالعادي غير مراتي توحشاتني حطعت لي العشاق صوبت لي واحد كاس داتي كاس داتي اشدعت لي فيه هذيك المنووم اللي جاب ليه هذيك الشاب اللي عندها علاقة معه دات لي هذيك المنووم لقوية مياه شاربوغ دخلي نعس هذيك المنووم زادوا التعب لتعب انعس غرق في الناس دخل في واحد ثوبات عاميق نحن هذيك نحضروا على العلاقة للزواج جيل هذي حميد مع هذي فاطمة خمس سنين لانه خمس سنين فيها هذيك البنت اللي يولدو مرضياتهم فيها هذيك الندم لالفاطمة لانه هذي زوجات بلكسي اللي باس عليه كبر منها يعني دابه اللي عاقص بأنه رجل كبر منها ما كانش كتشوف فيه كبر منها في الأول كانت كتشوف غير الفلوس فيها هذيك العلاقة اللي دارتها مع ذيك الشاب يعني بزافت على الأمور وصلت للقادية خمس سنين عاد غد قتله هنا يريك فاطمة مني تأكدت بأن ذيك حميد صافف واحد ثوبات عاميق ناعس مكاوي دلب الصحر و أصلا عيان و مهلوك بتمارة و زادت تكملت لي بذيك المنووم اللي كانت عطاعته جاءت قلباته ناعس منشال كوزينة و جابت واحد جنوية جاءت و فين غد ضربه سألقى ذيك حميد مليوح إلى ضحره ناعس يعني كرشه قدامه و يديه مسرحين و كيشخار هنا يشدت الجنوية و فين غد ضربه غد ضربه و ضربه واحدة ضعنا واحدة أعطى صليف العنق ديريكت أتغرس لي هذه الجنوية في العنق و ستدخلها و ستخرجها ستعدم خرج هنا يبقى الضربة حميد و خل المنووم موقع ذيك شي فاق من اللي فاق رجعت و حبطات الارض و طلعت فوق من النق و كملت عيبة ذيك الجنوية اللي حتى تأكدت بأنه مات و فارق الحياة هي هذه الحيدات الجنوية من العنق ديالوق و مسحاتها في حويجها فاطيما من اللي شافتات قدام الباب كتلقى شكون شكون كانوا واقفة موك يشوفها اللقطة كاملة بنت هاق اللي عندها خمس سنين اللي اسمها ليلا و واقفة مصدومة و كتشوف فيها شافت اللقطة كاملة كيف ضربات بابا هاق ضربات و طعنات و بادك جنوية داخلات اللي في العنق ديالوق و طالعة فوق من النق و كتطعن فيها لحتقتلاته و جبدات جنوية و مسحاتها في حويجها شافت المجرمة عم هاق و هي تقصل بابا هاق تخيلوا معي كمية الرعب اللي كانت تحس بيها البنت و هي تشوفها منظر هذا منظر ديال الام ديالة كانت تقصل بابا هاق بهذيك الطريقة اللي باشعة هذه البنت صغيرة اللي عندها خمس سنين بنت هدفها طيما هادي بقوة هذه الصدمة اللي شافت امها تقصل بابا هاديك الطريقة و هذه الرعب اللي حسات بها في هذه اللحظة صدمات كانت تشوف امها شافتها بحل ماكاك مشات كجري و هزاتها و سدات لها فمها كانت تحاملت غوة او لش حاجة من اللي دخلات بنتها الصغيرة اللي لغرفة ديالها رجعت و حلات الباب ديال الفيلا حلات الهدك الصديق ديالها حلات ليه و دخل معها جروا الجدة ديال الرجلة حميد و الدوتة الجردية الفيلا حفروا لي تماية بقوا كحفروا كحفروا لي احتداروا حفرة كبيرة قد حل القبر دفنوا تماية و اردموا على الطراب و دكوا مزيان و ديروا عاشة ربيع و عشي نوار و وش حاجة باش ماتوا واحد ما يدي ما يجي رجعوا للدار و رجعوا البيت الناس ديالها حلو ذلك الفراش اللي سبنوا و سبنوا و لاحوا و لاحوه قاعدوا الدنيا نغسلوا و نظفوا و مسائل حلو اي حاجة تدل على انه كينش جريمة انايا طمسوا مع المجريمة كأن شاء لم يكن و من ورا ما داروا هذه الجريمة ديالهم مشاو فرقوا هذا الكوفر فور ديال الرجلة حميد وخرجوا ذلك فلوس كاملة كانت واحد مبالغ كبيرة بزاف هذه المجريمة ستشدد الفلوس كاملين و ستعطيهم هذا الصادق ديالها قلت ليها خبي عندك هذا الفلوس تنمي لنقسمها انا و هيك دابا ربما قدروا يجيب بوليس او لجي شي واحد او تكون شي تفتيشية او لشي حاجة نبعد تشوفوها تلينا ولكن دابا فاطيما فاش كتفكر كتفكر في بنتها ليلا اللي عندها خمس سنين شايفت دارت الجريمة ديالها كاملة مكمولة خمس سنين ركت اعرف او شايفت ماما قتلت بابا رتقدر تبلغي بها او لتعلم شي واحد او غيرت فضح الامر دير فاطيما هنا يمشى تعدال البيت ديالها و حاولت تشوف مالها فاطيما كان دخلت في صدمة كبيرة بزاف بقعت لك التاكل لكتشرب لكتدوي لكتتكلم غير مخرجة عينيه و كتشوف مصدومة و لكن المشكلة عند فاطيما دابا هي ديك الليلة بنتها اللي عندها خمس سنين اللي شايفت الجريمة كاملة مكمولة مشايت عدال البيت ديالها حاولت انها تهدر معها و تشوف مالها القاتل الليلة هذي مصدومة غير كتشوف و مخرجة عينيه ما كتدوي ما تتكلم و تالهضره ما بقعت باغا تهدر ما بقعت باغا تتاكل غير كتشوف ديبالت و وجهها و صفر صافي السيدة دخلتك و حد الأزمة نفسية حد بزاف جراء الصدمة من اللي شايفت تقسل باباها فاطيما حاولت انها تلعب لها بمخا قالت اللي بنت هذه مازالة صغيرة الى عند خمس سنين انها قدر نبدل التفكير دياله بدأت تقول لك شي اللي شايفتها غير حلم رامشي في الحقيقة رامشي في الحقيقة رامتك انت تحلمي و باباك رامسافر و دابايجي تركز لها على انها سوف تقسل لها بمخا و تقول لها ان هذا الشي اللي شايفت غير حلم و انها ليس شي حقيقي ولكن البنت شايفت شي حقيقي بعينها و متأكدة ان امها قتلات بواهغ دازوشي امات دازوشي امات فاطيما اشنو غيوقع لها ستكون ناعتها تكتقفز تتخلع و لا تخاف من بنتها الصغيرة اللي عندها خمس سنين هذه الليلة ستقول ان سنكون ناعتها نهار و ستجيب شي جنوية من الكوزينة و ستقتلني ولا تخيف من بنتها تخيلوا معها يا فاطيما ولا تخيف من بنتها ستقول نهار ستجيب ان تتاقم لانها شايفتني انا من قتلت بابها و ستجيب ان تأخذ تقردها وبعد المرات آخر فاطيما تبقى فيها بنتها الصغيرة اللي عندها خمس سنين هذه الليلة و تحاول انها توكلها و تشربها و تقولها بنتي ما زال صغيرة و لا اعرف اواله ولكن البنت كانت رافض اي معامل امامها ما كانت تجيب ان تشرب من يدها هي المجرمة فاطيما من اللي كانت بغى تخسر رجلها سيفتات الخدامة سيفتات شايفور سيفتات كل شيء الفيلا كانت خاوية اللي هادا بنتها ولا تخيف منها هادا فاطيما ولا تخيف من بنتها ولا تبغيت تنعس لدرجة الخوف اللي وصلت ليه كانت تمشي عدد ليلا في البيت ديالها و كانت تربطها بالسنسل و كانت تصد عليها الباب بالساروس عادة كانت تنعس لديها لانها مرعوبة و خايفة بزاف من بنتها اللي بغيت نتاقم باباها وتقتلها اسافية فاطيما هادا عيشة في واحد الرعب مع بنتها ولا تخايفة بزاف شو سبحان الله العظيم سلط علي الله هادا البنت هادا خلعتها ولا تبنتها تخيلوا معايدة فاطيما ولا تخايف من بنتها ولا تعيشة بحدش فيلم الرعب ولا تحاضية معها بينما في الأثناء هذه هاداك السيد اللي كانت على علاقة معه اللي عاونة في إخفاء ذلك الجدهة كي يجي عداوه يقول لا اشبالك نخرجه نصحره اشبالك نخرجه ناياه 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 نعيشه كما كننش حال هادا دابا راجلك ما كانش كتقولي دابا انا في واحد الميزاج ماشي هو هاداك عافك لما خليني شيئا ما تقولها العادة استرجع من نفسي يديالي ابنتي راني خايفة منها بزاف فشين هاز قتلني الله يحفظ انا شايفتني من اللي قتلت باباها ورغت تبغيت نتاقم لي قال لا لا تغيرك تخرقي المهم شف حالته هي بقات في الأزمة النفسية مع بنتها داس تقريبا واحد ثلاثة دي الأسابيع تربعها هنا هاداك فاطمة استرجعات النفسية ديالها بدلت تقلب على هاداك الصادق ديالها اللي عاونها في قتل راشلحة تقلب لي هنا هنا خسافة ما كانش تعصل بيه ما كانش الخدمة ما كانش في المشاء طررت انها تمشي وتسوي عليه وتبحث عليه هنا يا فاطمة ستصدم واحد صدمة كبيرة بزاف اشنو ستكتشف؟ ستكتشف بان ذاك الصادق ديالها اللي كانت تخون راجلة معاه مزوج وعنده وليداته وسافر لميصر اهرب أخوه البلاد ومشى الميصر عيش الحياة مع مراته ووليداته من بعد ما داها ذاك الفلوس ديال الحميد اللي كانت في الكوفر فور سل المتالي هي بنفسها يعني دا با ولات مقاول با وش متى هذك خونة داها الفلوس كاملة اللي في الخزنة يعني رزق حميد كامل داها هواية وورطة في الجريمة القتل وولات مرعوبة من بنتها اللي عايش معه في الفيلة وولات على الضس تم التاكل ما عندهش ودبه هي خاصة اللي بغى تستفد من تاريكة ذي الراجلها من ذلك الفيلة والشركة والفلوس في البانكة وما الى ذلك خاصة ما هي ملونه خاصة تبلغ الاختفاء ذي الراجلها وتمشي المحكامة وتطلب يعني تموية راجلها لأنها مفقود وما الى ذلك يعني اوحى الاجراءات ومساطر ادارية وقانونية ما عندها اول من الاخر خاصة بزار دا الوقت لهذا هي خاصة من التاكل ومتشرب 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 فهذه اليامات هذي هي هذي كتفاطيما اشنو غتدير غتمشي الشاري كدير راجل الحامي الله يرحمه غتمشي لبيرو دياله في المايا وغتتاخد شي فلوس الى كان نحطه في المجر وهو اصلا كان يحطه شي فلوس عنده في المجر عارف هذا القادية عنده ولكن قبل ما تمشي اشنو دارت شدات بنتها وربطات لها ايديها معجلها وحطتها في واحدة المخزن مخزن عندهم في الفيلة تماماية وربطاتها تماماية وصدات لها بساروت ومشيت خزات تاكسي ومشيت الشاريكة عند راجلها لبيرو ديال راجلها ولكن في الاثناء شكول اللي غاد يجي لفيلة هي من اللي كانت غادية للشاريكة عند راجلها هذا حاميد كان من اللي ماته والديه وفرقه اخوته او خواتاته معده اخوته غير عنده جوج خواتات فرق التاركة ديالهم هو اخذ ناصيب دياله والخواتات اخذون ناصيب ديالهم خواتاته تزوجه كل واحدة في نشات واحدة عيشة في كندا واحدة عيشة في البرازيل المهم كاملين برات البلاد عايشين لبرة مزوجين وعائلاتهم لباسة اليوم ولكن في هذا الوقت هذه الخرجات في فاطع ما امشيت لبيرو ديال راجلها جاءت واحدة السيدة ما هي السيدة هذه هذه الاختة ديال حاميد حاميد كانوا عنده جوج خواتات فرقوا الايرات المبيناتهم من اللي مات الاب ديالهم كل واحد اخذ ناصيبه حاميد بقى مستقر هنا بينما خواتاته وتزوجه ومشوا على بره واحدة مشهت الكندا وتزوجها وتزوجها تماماية واحدة مشهت البرازيل وتزوجها تماماية هذه اللي جاءت دابة للدار ديال الحاميد او للفيلا دياله اللي كانت ساكنة في كندا جاءت مع راجلها هايزين بواليزهم وشوانتهم جاءت باش تقضي واحد الاطلاق ما اخوه حاميد في الفيلا دياله اللي كانت تعرفة ان هذا حاميد هذا عايش غير راسو الراجل العازي بالراسو ساكن في الفيلا لفال خدامة وفال الشيفور وفال الجارديني ولكن كالصوني تواحد ما كيجوبها تواحد ما كيجوبها نورمال موخص شي واحد يحلي الباب الشيفور او الجارديني او شي واحد حاميد ما كانش قلب انه مزوج ايه في باله انه عيش غير بوحدة واقع العلاقة كانت مقطوعة بناس مش حالة هذه من العام لدرجة توقع اكثر من خمسين مع مرة تصل بها او ليش هاجة ولكن اخر مرة عارفة هي انه غير عيش غير بوحده وما كانش عارفة انه مزوج او لعدو بنت او ليش هاجة المهم كالصوني كالصوني هي وراجلة تواحد ما كيجوب تفاجئات واستغربات قال الرجلة نورمال موخص شي فوركين او الجارديني او شي واحد او الخدامة واخر حاميد انا عارفة قلت لي انه يسافر بزاف وقريب بزاف ولكن خاصة ضروري شي واحد يكون في الفيلة الراجل هذي كانت حاميد مش دار وراء الفيلة ودخل نقص صور ودخل الجاردة ومشجهة الكوزينة اللي كانت شرجة منها المحلول ادخل منه من انتم مايا ادخل ويرجع حل الباب ديال الفيلة وحل مراته ودخلاته حطوا شوامتهم وحطوا بوالدهم وقلتوا استراحل هنا كانت واحد مكين يعني الفيلة خاوية تفاجئات كما قلنا هذا خطة حاميد واحد اللحظة لا يسمعوا بشكل صوت جاي من غرفة يديروا هاك يقلبوا ملقوا شكون الكين في الفيلة كان فيه شي واحد ممكن بقوا يقلبوا من جاي مصدر الصوت لحتك يوصل واحد الغرفة حلوها ما تفتحاش كانت مسدودة بالساروت ولكن واحد صوت خارج منها ديالاشت الصوت الله أعلم هذه خطة حاميد قلت راجله هرس الباب قلت له لما يهرش الباب ويأتي أخوك يبقى يخاصم عليها لما يهرش الباب قلت له الله هذا هو خطة أخوية وأنا أستطيع أن نهرس الباب عادي وماذا أخوية سوف يهضر على باب لا تهرس وانا لم أشتوه هذه خمس سنين أكثر لا المهمة راجله حل الباب فرقه عبر جلوه ما يهرش الباب ما يهرش الباب؟ ما يهرش الباب عادي خمس سنين مربوطة بسن ناسل حالة ضعيفة بثافة مواكلة ومشاربة عينها مخرجة شعرها واقف وبينها تشوى واحد مهتم بها هنا يدخلع من هذا المنظر هذه المراقبة تحامي تدخلعات قلت أعودي بلا يمشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا البنت؟ قال لي ما يهرش الباب عادي قال لي هذه البنت صغيرة واقرة واحد تخطفها أو شيئا ومحطوطها هنا هذا واقر أخوك يخطف الدراء الصغير قال لي ما تقول لأخويا يقرب له هذه الباب عادي يقرب له يقول له ما اسمتك ماما؟ ما يهرش في هذه الحالة؟ لا تجاوبوش لا تدوي مع مول وغير تخرج عينها وساكتها قال لي يا عمتها أصلا هذه المرأة لم أعرفها أنها بنت أخوها ولم أعرف أصلا أن أخوها مزوجة عندها بنت أو شيئا قلت له ماذا؟ 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 هنا هذه المرأة مع راجلها يعني أخذ حميد هزوا البنت ودهوها يجري ويأخذوا طاكسيوم ومشاوص بيطار يدخلوها يشوفوها الأطيباء الممرضين يقولوا ليهم ما معلكم هذه البنت يخلي تولي هذه الحالة كارفصات بهذه الطريقة يقول فيها فقر دام أو شيئا فيها أو شيئا فيها ماذا؟ ماذا؟ كارفصينا قال لي هزوا هذه الأخذ حميد ماشي أنا أنا غير لقيتها بحلمها لقيتها في دار أخويا هو اللي خاطفها والله أعلم المهم أنا أخلي المسؤولية ديالي أنا غير بوين ندير فيها خير وصافي دخلوها للأطيباء كي يعالجوا فيها داروا لهذا الشليالهم شوية البنت فاقت شوية ولكن باقي ما بغلت البولي تدخلوا على الخط وجاء السبيطار أريد أن أرى هذه البنت معها وماذا كل ذلك في هذه الحالة هي هذه البولي يسمي لي جاء السبيطار كي يساولوا هذه المراقب يعني أخي حميد كيف أشلق السعودة لنا لقد وجدت هذه البنت وشك الجيك وماذا هي مربوطة بحلمها قالت لي أنا لا أدخلني الله في هذه الشيادة كامل أنا جئت عدخويا من كندا جئت عدو ندخل عدو الفيلا كلقى هذه البنت هذه المسكينة مربوطة وفي هذه الحالة تلقاها مربوطة عنده في واحدة الغرفة واشخويا اللي خاطفة ودير لهذه الحالة الله أعلم أنا كنخلي المسؤولية دي المهم أنا ما عارف أولو أنا غير جدرت فيها خير البولي يساولوا هذه المرأة أخوك اسمي أعطعتهم الاسم كامل لديله كي قلبوا عليه تلقاه السيدة أصلا مخارج لبرة البلاد وإنما باقي غير في البلاد ولكم قلبوا عليه البولي يساولوا هذه المرأة من هذه الزيتة أعطعتهم العنوان وجابتهم لإحتل الفيلة من هذه الزيتة يعني الفيلة ديال أخوها كي دخل البولي يساولوا مع هذه المرأة كي يلقاها فاطمة شاعرفة العافية كتغوت بنتي بنتي فنية كي ساول البولي ساول أشكو كتير الله لأني مرأة حميد 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 فين هو حميد أسيد يغيب لي يشحر من نهار ما أعرفتهم هنا كانت تساول فاطمة هذه المرأة لأخي حميد كي كتير الله قلت له أشكو كنتي بعدها قلت له أنا مرأة حميد قلت له أنا أخطق وأنا كنت عيشة في كانادة وجيت مع رجلي بشريحة مخويا الشيامات ولكن كنت أدخل الفيلة ألقى واحدة بنتي مسكينة عند باقات غير صغيرة ومربوطة بطريقة الوحشية قلت له فين يا بنتي فين درسيليا بنتي قلت له بنتك لا تخافي موال وبنتك في السبيطار البوليس يسولوا هذه المرأة يعني فاطمة قالوا لي شكو اللي أربط البنتي بهذه الطريقة قلت له ها شكو أنا اللي أربطتها أنا اللي أربطتها بهذه الطريقة لماذا أربطتها بهذه الطريقة أه بنتي حقارها مجنونة ومشية هذه وقد قول شي حويج وقدر شي تصرفات مشية هذه كان أضطر أن أنا اللي بغي نخرج له لشي حاشة كان الربطان خلاها في الدار اللي حتى نجي ونحن نفكها هنا البوليس عودوا سولاد فاطمة شكو كنتي قلت لي وسميتك اسميت فاطمة وأنا مرات حميد حميد فينا هو حميد مسافر مسافر؟ أكد مسافر أه مسافر قالوا له يا كدابة احنا أصلا قلبنا عليه قبلة شيادة ولقيناها ما زال في البلاد ما خارج مواله وحنا كنا نسحبوه هو اللي خاطف البنت ودير في هذه الحالة هنا البوليس شكو فيها وعودوا سولا لماذا ربطتي البنت بذلك الطريقة؟ قالت لهم لأنها مساطعة وقد اضيها تطرفات ماشية البوليس مشو سولوا هذك الطبيب للسبيطار لكي يعالج البنت قال ليهم هذة البنت هذه ما مجنونة مواله ما مستطعة ما فاقد العقل دياله وإنما هذه تعرضت لواحد صدمة شافت شي حاجة أو لا وقع لها شي صدمة خلاتها أنها تبقى غير مدهولة وحالة فمها وعينها خارجين جاءتها صدمة عصبية ونفسية ولسانها تربط عليها بكثرة الخلعة تعرضت لها قالوا لي البوليس واشنطن متأكد ما تقولها دكتور قال لي مقام أكد مليون في المئة هذة البنت هذه ما مجنونة مواله ما عندهش أعراض تصرفات بنت مجنونة أو لش حاجة هذة البنت تعرضت لشي صدمة نفسية وعصبية هي اللي خلاتها في هذه الحالة البوليس من وراء الهدرة طبيب جاءوا عدى فاطيمة وقالوا ليشوفي تعرفي لنا وقل لي على المشي لماذا تعذر بي بنتك عن طريقه فقل ربية وقال لي السؤال قال لهم بنتي العادلة وقال لي وابنين جميلة وقد فيم كانت تحقтрها عالجا وتقي بالطبيد هذة البوليس نحن لا نفقد بيها بلف الطبيد الحال. غير اعترف يحصل لك ضغط عليها ويسا تعرف ماذا ستقول لهم في اعتراف هذا؟ قلت لهم انا في صراحة مبغيش نقولها لكم ولكن طرعت ابنتي كانت تعرضات الوحد العملية للاختطاف خطفوا هذه الخطيفين ديولها وهدوني قالوا لي إلا بلغتي البوليس قد ينقتلوك انتي وبنتك وقاعدك الشي اللي كان ملك أنا وراجلي مشيت جبته كان راجلي دير خزنة في الدار فيها الفلوس وهو غيب ما كانش في الدار مسافره وما عارفهش في المشاق اضطريت اني فرق عدك الخزنة يعني عدك الكوفرفور واخذيت الفلوس وعطيتهم له الخطيفين من بعد عاد عطوني بنتي من اللي يجبتها ولا تفاد الحالة هذي اللي كتشوفو فيها وهدوني قالوا لي إلا قلت يا البوليس أول شي واحد غادين راجعون قتلوك انتي وبنتك وقالت اليوم إلا ما كنتوش متايقيني أجيو تشوفوا معايا في الداخل ديالفيلة هذي الكوفرفور اللي أنا مهرساها ومحيدة من الفلوس يدخل البوليس معها القواة الكوفرفور أصلا مكسرة وبين أمارات انها تهلاس فيها ومحيدين منها الفلوس مخاوي ومفاتي شي حاجة هنا البوليس تأكدوا بأنها دراسة صحيحة لأن هذه الخزنة القوانيس مهرسة ويعني ما مجبوداش بذلك الرقم السيري وإنما شي واحد حالة بشي لامول والشي حاجة ولمفرقها هنا يقلو لي من بعد الشي كامل وقع لك لماذا تيار أبطه البنت عندك؟ قلت لي لم تتصرف تصرفات وماذا تدير حويج من وراء ما خطفوا لي وانا هذا النهار فجأت خط حميد والقاتل البنتي مربوطة راني كنتمشي للبير والراجلي كنقلب فيه لأنني ما بقى عندي ما نصرف مناكل ما نشرب لأنا البنتي أربطت بذلك طريقة باش ما تهربش في حاجة خيبة أربطتها وماذا جاءت تلك المرأة يعني اخت حميد القاتل بذلك طريقة ومشاة تبلغتكم هذا مكان المهم البوليس سيسجلوا واحد محضر يلتغيوا بذي راجل حميد اللي ما عرفوش في المشاقة لحساب الأقوال للمرأة فاطمة بقوا كي قلبوا لي كي قلبوا لي والو ما نقوهش وقالوا ربما هذيك العصابة اللي خطفات البنتي هي اللي غتكون دارت فيش حاجة المهم بقوا كي قلبوا لي لأن القاضية مواضحة عن البوليس تايقوا هذيك فاطمة وما تايقوا هاش الأمو شوية مرونة بحلماكة وزيدون هذيك خطة حميدة تعاطفات مع فاطمة وفقات فيها من اللي عاودت لها هذا الشيئة كامل واشنوقع عليها والبنتها وأنها حميد اخوها اختفاء وخلها بل ريال بل جوج تعاطفات معها هنا البوليس غد يقولوا لهذيك الأخت الحميد اللي هي عماتها البنت يقول له شوفي احنا ما زال ما عارفين شو الأسباب الحقيقية اللي خلات هذي هذي فاطمة تربط بنتها بذيك الطريقة لأن الأمور بقى مواضحة شو بقى التحقيق ما سهلاش في القادية هذه لهذا هذي البنت هذي غد ينسلمها لكم ولكن بشرط غد تكون تحت العهده ديالك يعني عمتها غد تهتم بها وغد ترعيها ووافقات هذيك العماء ووافقات أنها تهتم بها قالوا الفاطمة واش موافقة لعلشي قال لهم صافي موافقة هي هذيك يعيشوا كاملين في الفيلا هذيك فاطمة مرات حميد وبنتها وهذيك العماء والعماء هي اللي مهتمة بذيك البنت صافي دبها فاطمة ارتحت ولات كتنعس مرتاحة قالت البنت صافي ولات عيشها مع عمتها غد تهتم بها وتعتني بها والبنت اصلا دبها هي فقدات عقله ومقشقت ضدوي او لشي حاجة مع عمارة غدقول شي حاجة صافي تطمئنات وقالت مع عمارة بقى ضدوي او لدير شي حاجة هذي العماء هذي كما قلنا هي عيشها في كندا وعدها عقلية اوروبية وكتعرف التعامل مدرع الصغار يعني اهتمت بها مزيان ولس كتتتخرجها تدور بها تصدر معها بحطار قزوينات تلبسها بحل رسحت لها هذه البنت رسحت لها ولا تديم معها ولكن هذه العماء لاحظات واحدة القادية لاحظات بان فاطمة امها التي تكون حداهم هذه البنت وخما تصدرش كانت تجنبها تجنب ذلك فاطمة لا تبغيش تبقى مريحة حداها بحل كتكرهها وما التي تتبع عليها تطلق شوية ترتاح لاحظات القادية هذه ولا تتخرجها برات فاطمة لا تكون شماقة هي هذه كدازوشي أسابيع قلال البنت ليلا اللي مازال عندها خمس سنين شوية لسانه تطلق ولا تتقول لعمتي ولا تتقول بابا ماما واحد لحظة ستقول لعمتها من بعد لسانه تطلق بصفة انهائية ولا تتظار عادي قلت لها قلت لعمتي عفاك لما تخليني شبقي معايا قلت لها انا ما عندي فين غادا هذه عمتها فرحات بها وانها حضرات حالة طبيعية واحد نار اشنو قلت لعمتها قلت لها ماما قلت بابا قلت لها بالجنوية هنا اتفاجأت هذه العمت حاولت انها تشرح لها هذه البنت هزاتها العمت هزاتها ودات البوليس وخلاتهم يتصنطن البنت الصغيرة اشنو قلت على الفور البوليس ناضق وجاءوا القول قبل على فاطمة قلت لها البوليس قلت لها راجلك حميدة قلت لها مسافر او لا غيب مهم ما عرفتش فين هوايا وانا تشوش قالوا لها البوليس باركة من هدا دوران دي الوالو انتي قتلت يا راجلك لا ما قتلتوش انتي قتلت يا راجلك احنا عارفين كلش غير عطا عارف يحصل لك ورا نزيدك واحد القادية رأي بنتك شاهده فك رأي شافت الحديثة كاملة وعودت لنا كلش ابقات غير كتشوف حاولت انها تنقر على البوليس ولكن قالوا لي واحد القادية قالوا لي فالأثناء اللي احنا نحقه معك ركينا واحد الفرق هذه الشرطة العلمية رأيك تحفر في الفيلا ديالك لان بنتك واصفت لنا المكان بالضبط فين محفور القبر دي الراجلك وفين دافنه انتي وهذا كالصادق ديالك لان هذه البنت الصغيرة الليلة اللي عندها خمس سنين فشزتها ماماها من بعد ما قتلت راجلها داتة وستداتها في البيت حلات البيت من وراها ومشايت شايفت هذا الصادق ديال ماماها هزوا الجدتة ديال باباها وخرجوها على برا وحفروا لها في الجردة ودفنوها شايفتها شايفتها شي كامل هي هذيك الشرطة العلمية غالقى الجدتة ديال هذيك الحاميل اللي يرحمه في الجردة ديال الهوية غالقاه في الانيت غالقاه الطعنة اللي كانت في العنق اللي تثبهت لي في الوفاة فاطمة هنا يبقى عندها مدقول واعترفات بجريمة ديالها كاملة مكمولة واعترفات كذلك على هذك خونة اللي كان موعدة بالزواجه وهرب وتخلع عليها من بعد ما ادريها الفلوس كامل في الفيلة وهرب مع مراته المصر هنا البوليس دار واحد المذكر ازباحة وطنية وسلمات والسلطات المصرية سلمات ورجعته للبلاد وتحكمتها هواية مع فاطمة وحكمات المحكامة عليهم هجوج المجرمين على هذك فاطمة بثلاثين عام بينما هذك خونة اللي كان معها وعاونها في اخفاء ذك الجثة وذك شي بعشر سنين ديال الحبس اعطاته عشر سنين ديال الحبس لانه مشي هو اللي كان معها في عملية القتل وانما هو غير عاونها غير هزمها الجثة ودفنها معها اما كو كان معها لحظة القتل كانت هو غير ياخذ نفس المدة او الاكتر وهذه النهاية ديال الحلقة ديالنا دياليوم وهذه النهاية ديال الحلقة ديالنا دياليوم